هنروح لمباراة الجمعة القادمة وهو النادي الاهلي في كرة السلة رجال الاهلي والجزيرة دي في الجولة القبل الأخيرة في الدور الترتيبي في دور السوبر المباراة ستقام الساعة الثامنة والنصف خلي بالكم لأنهما طبعا دي رقطات من مباراة الاهلي والزمالك اللي فاتت اللي انتهت بفوز كبير لنادي الاهلي 74-59 من فرق 15 نقطة مباراة الجزيرة ومجمعة القادمة ان شاء الله ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة وهيكون قابليها بنصف ساعة ستوديو الأبطال وهيكون عندنا مفاجأة ان شاء الله كبيرة هيكون معنا طبعا كابتن أشرف الكردي نجم النادي الجزيرة السابق ومنتخب مصر وأحد أبطال مصر في هذه اللعبة وشارك في كأس العالم 94 وكان أحد أفضل اللعبين مش في مصر بس بل في أفريقيا وده الدنك بتعامر زهران القلب الدنيا على السوشيال ميديا طبعا الماتش ازا ما قلت حضراتكم 8.5 فرقتنا مخسرتش ولا مباراة الحمد لله بالعلامة الكاملة طيب هيفرق معنا الدور الترتيب ده في ايه ان شاء الله ناخد أول هنلاعب الثامن بيستوف ثري وبعد كده قبل نهائي بيستوف فايف وبعد كده نهائي بيستوف فايف طبعا أكيد ان انت تحصل المركز الأول والتاني بيخليك تتجنب ملاقات الاتحاد السكندري في قبل النهاء ويبقى فينا المؤتد ان شاء الله ان شاء الله يعني مش عايزين نسبة الأحداث طيب احنا كم نقطة متصادين بكم نقطة ب24 نقطة الجزيرة بيجي في المركز الرابع بالرسيد 18 نقطة طبعا الجزيرة جاي عنده أحلام وطموحات بيقود الجزيرة الكابتن الكرداني نجم منتخب مصر والنادي جزيرة وايضا كابتن الكرداني على فكرة لعب في النادي الأهلي موسمين لعب موسم 2007 و2008 و2009 لعب الموسمين زي في النادي الأهلي طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم بالشكل ده احنا خلاص اول يتاني هيتحدد بناء على نتائج الاتحاد السكنداري خلينا وضح حاجة ان الاتحاد السكنداري يعني ماشي برضو عين على المنافس يعني ماشي بشكل جيد الفرقة ليها شكل جيد واضح ان المدير الفني الجديد عامل شغل كويس جدا مع نادي الاتحاد مباراتنا او مبارياتنا مع نادي الاتحاد لن تكون سهلة بالمر هيكون كل المباريات يعني بحبس الانفازة ما بيقولوا لآخر لحظة